السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أنا كإسلام جبت لكم الجديد ثم الجديد طبعاً على لعبي أسود الأطلس وكذلك سنهضروا على البلاند درامي دين بيلي وشنواق معه بالتفصيل إضافة إلى صدمة مباباكيليان والكثير والكثير من التفاصيل المهم بكل روح رياضية سنبارتعجي معكم كل شي تحت الشعال مختصر مفيد لذلك بدون أي تأيطال ندخل مباشرة في العام والبداية بغيتها تكون مغربية مع مغاربة نادي تولوس زكريا أبو خلال ويانيس بقراوي اللي لعبه البارحة ماتش أميكال ضد العاصمة دي أب روما زكريا كما عرف كل شي كان بدل مباراة كأساسي أما يانيس فكان دخله المدارب حتى الدقيقة 84 والجميل في الأمر وهو قدر يسجل هدف الفوز بعدما كانت النتيجة متعادلة بهدف الهدف وقصة القول كانت في الوقت للقاتل تحديداً في الدقيقة 90 زمن المباراة وباش نحطكم في الصورة هذا هو المغرب يانيس لكن كما يبالكم بالواضح يتربس ويتبربس بين خطوة دفاع روما والذي في غفلة يدي بلاس عليك في المكان الصح ويستغل بذلك التمرير الدقيقة للعب البوركينا في ماما دين بانجري ثم كاتجي لمسة الهدف الذي يزم بها الحارس 40 ميل سفيلار وبذلك المغرب يانيس في ديك 6 دقائق للعب فقط قدر يتحصل على أعلى التنقية في الماشي الذي هو 7.8 أما أبو خلال زكريا للعب 75 دقيقة فتحصل على تقييم سفاصلة سعود وكل التوفيق لمغاربة تولوس وهذا ندوز البلان أو المسلسل للعوتمان دين بيلي وانتقالي لنادي باريسان جرمان واللياما اضرنا علاقات تفاصيل بخصوص هذا الموضوع المهم الجديد الذي كان وهو بعدما دين بيلي كان صافر إلى باريس نهار الخميس لفاتح لكي يخدع للفحص طبي ويكمل إجراءات انتقالي وما إلى ذلك وكل شي كان ديك ساكي يقول بأن الصفقة رصافي محسومة والإعلان الرسمي هو مسألة وقت ليس إلا إلا أننا كنت تفاجئوا بطريقة غير متوقعة بأن الدولة المغربية الفرنسية عوتمان دين بيلي أرجع إلى إسبانيا يوم الأحد لوالباريحة والسبب حسب صاحبته باريسيان وكذلك الكيف الفرنسية وفوت ميركا طول وعدة مصادر قالوا بأن النادي الكاتالوني لم يرسل وثائق إلى إدارة نادي باريسان جرمان لكي يكملوا الصفقة وأكيد هذا البلانكي ذكرنا تماما بالدولة المغربية حاكم زياش المهم قالوا بسبب هذا التأخر في إرسال الوثائق إذ طرد دين بيلي يرجع لنادي بارشلونة لأنه باقي محسوب على الفريق ومتبوعة ببرنامج تدريب مع الفريق الذي سيبدأ اليوم تحديدا وهنا صحيفة له باريسيان كما يقول لكم قالتك بأنه من المتوقعات بأن الفرنسي سيتدرب مع البارسا بعد ظهر الأحد الذي هو الباريحة وفعلاً سيتدرب مع الفريق الكاتالوني بل أكثر من هذا اللي رجعنا لموقع فوتمركاتو سيقالوا بأنه تم استقباله من طرف الجماهير بارشلونة وكانوا فرحانين بيه وبالعودة دياله كما ستشاهدون في هذا الفيديو وبالمناسب هذا الشيء كامل أو بهذا المعنى اللي أبديل دريس صغر لا أعجب للمتدرب الإسباني تشاؤه هرنانديز نهائياً لأنه خاصه حتوى يكون عارف راسه من رجله وماذا ديمبيلي أو عثمان معنا أو لا معناش؟ لأن المدرب حالياً يحضر للموسم مقبل إذاً السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح وهو ما ديمبيلي سيتبع لنادي بارسان جرمان؟ إذاً لماذا أرجع لنادي بارشلونة؟ وشخصياً كنشوف بأن هذا الأمر ليس منطقي لحد كبير زائد ما كان هناك سبب الذي يجعل إدارة بارشلونة تأخر في إيسا الوطائق إلا لو كانت غيرت رأييه وما بقيت بغير يتبع ديمبيلي أو عثمان بحال الذي يطرح نفسه لديه حكيم ولكن صراحة في القضية ديمبيلي دارني رأسي وبغيرت نعرف ما هو السبب وفي شخص الذي تجد بأن بعض الأخبار تقول بأنا نيمار يستطيع انتقل هذا الصيف لنادي بارشلونة وحسب صحيفة سبور والذي بارتاجه كلم واحد الصحفي الذي لم يخط المري والذي بالمناسبة هذا الأخير يعمل سفين للليغة زائد هو الذي كان المصدر الرئيسي الخبر انتقال ميسي إلى انتر ميامي المهم هذا الصحفي قال لك بأنا نيمار دا سيلفا قاعد يكون في بارسا هذا الصيف والبينة هنا على من الدعا وأنا شخصيا كنقول الله ألم لأنك تبقى أخبار غير مؤكدة لحدود هذه اللحظة وبين قوصين موقع أونز مونديال قالوا بأنا نيمارك يحاول يرشعلي نادي بارشلونة إذن هنا هو السبب الذي يجعل إدارة البارسا تتماطل في إسا الوثائق هي أنه مثلا بغايت زائمات لعبلك بورقة دينبلي في التعاقد مع نيمار ظاهريا كيبالينا الأمر شبه منطقي ولكن في شبه أكثر لقيت بأنا صاحبة الموندو دي بورتيفو وقالت بأنا الحقيقة ومن مصادر داخل النادي بارشلونة أنه فعلا تم عرض نيمار مرة أخرى على النادي القتالوني ومن الآخر المدرب تشافه لا يريد أي أساس العودة للنادي والسبب ماشي فني ولكن المدرب قال لك كان في يوم ما زميل نيمار داسيلفا في الفارق وعارفه ماشي ملتزم داخل أرضية الملعب الزائد كيخلق بزاب دي المشاكل في غرفة الملابس يعني مالأخر ماخدامش له إضافة إلى ذلك أخر حاجة بارتعجاء الصحفي فابريس ورمانو على نيمار كان تحديدا البارحة وقال لك بأنا وما كان حتى شي جديد بخصوص مستقبلي يعني كما اسمعته البلاند ديال نيمار والبارسا مشكوك فيه إلى حد كثير ديال نرشو عوتان لليدين بلين لمزان ما عرفنا حتى الآن كما السبب الذي خلل البارسا تأخر في إيسال وطائق لإدارة النادي الباريزي علما أنه كان بعض التوتر بين اللعب وإدارة النادي بارشلونة حسب اللي تبرتاجه في بعض تقارير إعلامية وبين قوصين كان شي أخبار كي تقول بأن المبرر دياله التأخر هو لأسباب إدارية بحيث بارشلونة محضور بسبب اللعب المالي ناضي المهم باختصار أيام قليلة القادمة قد تتحلينا الصورة بشكل أكبر بعد رفض المقترح الجديد للتجديد عقدي مع بند يسمح له بالانتقال في الموسم القادم إدارة النادي الباريزي بهذا المعنى بدأت تخدام على الخشونة بحيث سيتم استبعاده من تدريبات الفارق الذي ستبدأ اليوم بل أكثر من ذلك سيتفرض عليه لتدرب مع اللاعبين الغير المرغوب فيه وهناك أخبار أيضا كي تقول بأنه في حالة مانبابي لا نتعقل وما أريد أن يجدد العقد دياله فما سيلاب حتى مباراة هذا الموسم مع نادي بارسان جرمان وهذا كامل أكيد الغرض لتضغط على اللاعب والذي كما أعرف الحلم هو اللاعب لنادي ريال مادريد ولكن الخدمة كما ذكرنا سيليفن كان تحت التعاول بين كيليان والدهية باريز والذي فاش فكرت أكثر في هذا الموضوع لقيت بأنه يقدر أيضا رئيس نادي ريال مادريد يجعله حتى لدقيقة 9 من زمن مركاتو الصيفي عادك الساعة يتقدم لك بعرض رسمي لنادي بارسان جرمان بشهد أخير سيكون متطارع لتفكه من بابا كيليان وبذلك اوتوماتيكين سيقبلوا الرقم أو المبلغ اللي سيعطيهم باريز المهم باختصار كل شيء يبقى ممكن وبهذا الخبر كنكون وصلنا إلى خجام وخير والكلام مع قل ودل وكل عادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة